ونتابع نشرتنا حيث تواصل الأسيرة الأردنية في سجون الاحتلال هبة اللبدي إضرابها عن الطعام الذي بدأته في الرابع والعشرين من الشهر الماضي المحامي رسلان محاجن نفى الأنباء التي تحدثت عن تدهور الوضع الصحي للأسيرة هبة مشيرا في تصريح لرؤية إلى أن هبة رفضت طلب إدارة سجن الجلمة التي تقبع فيه بنقلها إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية وضف أنها تتناول فقط الأملحة والبوتاسيوم وترفض تناول أي شيء آخر لافتا إلى أنه سيقدم يوم غد ثلاثاء طلب استئناف في قضية هبة لدى محكمة الاحتلال العسكرية